العمل على دعم المؤسسات الحكومية التي لم تغلق أبوابها أمام تقديم الخدمة للمواطنين أمر أخذته المؤسسات التطوعية والمتطوعون على عاتقهم ضمن مجابهة خطر تفشي فيروس كورونا يوم نحن تنادينا لإنشاء حملة اسمها صحتي وصحتك واحد أول المكانات المستهدفة للتوعية من وباء كورونا عفان الله وإياكم كان مراقبة التعليم مصراتا وكذلك بعض المكاتب التابعة للمراقبة للتوعية لأن هؤلاء الموظفين دائموا تواجد في العمل بسبب تطبيق الحج الصحي فمن الضروري جدا أن يكون لهم اتصال مباشر مع بعض المترددين على أماكن عملهم مؤسسة سدير شرعت كغيرها من المنظمات والجمعيات التطوعية في تقديم ما يقدر ب250 حقيبة تحوي لوازم التعقييم لأخذ التدابير الوقائية من فايروس كورونا الذي أصبح خطرا داهما للمجتمعات مراقبة التعليم ببلدية مصراتا انتهجت كل التعليمات الصادرة عن وزارة التعليم بما في ذلك تخفيض عدد الموظفين الموجودين والعاملين بديوان مراقبة التعليم وأصبح العمل يقتصر على وجود رئيس القسم أو مدير المكتب بالإضافة إلى عدد بسيط من الموظفين بكل مكتب وبكل قسم طبعا باسم مراقبة التعليم ببلدية مصراتا وكافة العاملين بمراقبة التعليم ببلدية مصراتا نتقدم بكل الشكر والتقدير للعاملين على هذه المنظمة وكل المتسبين لهذه المنظمة أعمال تطوعية تتظافر بها الجهود لإيصال المجتمع لبر الأمان واجتياز هذا الخطر في خط يوازي جهود الجهات المسؤولة لقناة ليبيا بنوراما عبد المنعم البوري مصراتا نحن نفذي جهود الجهود